مرام منتخب مصر الأوكيم النهاردة شهد إقافه من جانب كارلوس كيروش المدير الفني للفريق بعد وجود طيارة درون موجودة فوق أرض الملعب لما قدام حضراتكم لما سألنا الكاف قالونا أنه مصدر في الكاف قالنا أنه الطيارة دي كانت موجودة لأسباب أمنية مش مراقبة التمرين من جانب الكاميروني ولا حاجة هي كانت لأسباب أمنية في محيط الملعب المباراة وليس لمراقبة الفريق وطريقة اللعب أو الخطة اللي هيشتغل بها كارلوس كيروش مش يعني مش نصدق طبعا عموما يعني هو استأنف التدريب يعني استأنف التدريب بعد كده وكمل التدريب التدريب النهاردة شهد مشاركة محمود حمدي الوينش في التدريب الأساسي قبل هذا المواجهة شهد أيضا مشاركة محمد أبو جبل في التدريب الأساسي فالتنين غالبا هيبقوا موجودين بالتشكيل الأساسي زي ما قلت لحضراتكم وحمد فتح بإذن الله يكون كمان موجود معاهم وتبقى التشكيلة إن شاء الله إن شاء الله متكاملة وتبقى ما فعلش أي مشاكل باستثناء زي ما قلت لكم غياب الشناوي وحجازي وطبعا أكرم توفيق منذ بداية البطولة باي